اشتركوا في القناة يا تدخلوا وتبرحوني وتبردوني كبدة تاعي وكية تاعي يا ربي يا الله تعالى عز وجل يا ربي تتبرجها علي بالخير تتبرجها علي بالخير صرخة أم ودمعة أب هذا هو حال عائلة بن حرات التي غاب عنها ابن حكيم منذ عشر سنوات حين فضل الهجرة غير الشرعية على قبار بالموت في اتجاه الضبة التي موراء البحار ورغم مرور ياسينين هي اليوم في انتظار سماع خبر صار عنها ولم تفقد الأمل بعد من وصل للمغرب قالي عايتله أنا فت التلفون وعايتله قلت له أول دم أوراك أعبد أوراك قلوله حبد الحاقي عبد الرحمة في زوج يا عبد الحاقي مورك رايح قلني لا قلت له وين راك قال لي هنا في استجن العب يا مي انتي ما تخافش قال لي يا ذروك نجي قلت له جبتك ربي اتجينا راه تضوك ما دارينة عندي روح ولدي خويات ولي تروح ليد ولي دحرق لي قال لي ذروك نجي منذك مجيعت اللي ذروك الله أتضروك وباه كان عند بيها أباه جدا ومريض راح عمين جا قلتوا أنا عبد الرحمن أنا عبد الحاكم وعبد الرحمن ما دخليش أنا ما دخلش ولي في العية نتأثر 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 نحط من والجد نقول ها هو الحق ولي نقول ها هو الحق ولي يا أمور داري نقول ها هو الحق ولي ونتقارع لولدي ونتأثر نلبس غير وطعوجها الله تعالى عز وجل عائلة حكيم بن حرات تطالب السلطة بالتحرك من أجل كشف خيوط هذه المغضلة التي جعلت وتركت جرحا عميقا في عوائل أربعة عشر خراجا بمنطقة سيد الاخضر بمستغانم معظمهم مولدس العربي عائلة قاعد بن حرات بن حرات بن حرات يتكونون 14 فرد قلعوا راحوا في بوطي قلعوا في بوطي معظمهم مولدس العربي وفيهم زماعيش وفيهم من حداتها قبل ما ننسوهم قاعد عائلة هم ثانية رم حرقة ورم قلقين على أولادهم وتبقى ظاهرة والحرقة من أخطار العمليات التي يقبل عليها جبابنا وأبناؤنا في هذا الزمان غير مبالين بما سينجر عنها من مخلفات وأحزان داخل عائلاتهم وفي أكبات أمهاتهم اشتركوا في القناة